تلبس حلّة عيد الميلاد المجيد رغم أزمة الكورونا كنات هل تزور المدينة وتلصد أجواء العيد الخجولة إلى هنا العنوين ونبدأ من المتوقع أن يدخل اعتبارا من مساء يوم غرد الأربعاء إلى حيز التنفيذ الإغلاق الليلي في كافة أرجاء البلاد بعد مصادقة المجلس الوزاري المصهر لشؤون الكورونا كابينيت الكورونا على فرضه حتى بداية شهر يناير كانون الثاني القادم وقد أعرب أطباء مختصون عن تحفظهم من فرض إغلاق ليلي على جميع البلاد مشككين في جدوى إغلاق هذا بكبح جماح الوباء ويبدأ الإغلاق يوما واحدا قبل حلول عيد الأنوار اليهودي الحنوكا وسيستمر حتى بداية شهر يناير على الأرجح حتى الثاني من يناير كانون الثاني أي أنه سيكون ساريا في فترة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية أيضا من ناحية أخرى وجه ثلاثة وعشرون طبيبا عربيا يعملونها كمديرين لأقسام الكورونا وأقسام الطب الباطني في مستشفيات البلاد وجهوا رسالة خاصة إلى المجتمع العربي داعين إلى وقف الأعراس وعدم التجمهر وكتب الأطباء في رسالتهم عدم الالتزام يحزننا لأننا نعلم أن أقسام الكورونا في كل المستشفيات ستمتلئ بالمرضى والبعض سيتعرض لمضاعفات والكثير سيخسرون حياتهم للحديث حول الكورونا والإغلاق واللقاح المنتظر ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من مستشفى هاعمك في العفولة الدكتور نائل بشارات مدير قسم الكورونا في المستشفى مساء الخيط دكتور نائل مساء النور مساء النور أهلين هل أنت قلق من تفشي الوباء داخل البلدات العربية التي تسجل من يوم لآخر المزيد من الإصابات اليومية طبعا جدا جدا نقول لك لأنه الوضع كل ماله عم بيصير أسوأ من يوم لليوم وعمليا بآخر شهر كمية المرضى العرب اللي فاتت المستشفى هائلة ما معناه أنه فعليا اليوم 95% من المرضى في قسم الكورونا عندي من الوسط العربي من 25 مريض 23 عرب وبستنين من الوسط اليهودي وهذا بعكس الصورة المكلقة والمحزنة والمزعجة جدا للوضع اللي وصلنا له عزيزي هل تعتقد أن فرض الإغلاق الليلي على كافة البلاد والذي يتوقع أن يبدأ مساءه بغدن أربعان هل تعتقد أنه سيساهم بتقليل انتشار المرض ونحن نسمع بعض الأطباء والمختصين الذين لا يرون جدوى بإغلاق ليلي ما رأيك بهذه القضية؟ شوف الصراحة يعني فيش شك أنه أي إغلاق أفضل من الوضع اللي احنا فيه والسؤال اللي بنسأل قديش الإغلاق الليلي رح يكون فيه تأثير على انتشار المرض فهذا السؤال اللي سألته على الأغلب أنه تأثيره جدا هامشي فمن هذا السبب كثير أطباء وكثير مختصين بيحكوا بينهم أنا كمان أنه تأثيره رح يكون هامشي للأسف الشديد إغلاق ليلي بهذه الفترات ممكن يكون له تأثير على فئات معينة من الناس اللي بروحوا على حفلات وعلى صهرات وبجوز عم بخططه للفترة رح تيجي علينا كمان أسبوع عياد الميلاد وعيد رأس السنة اللي ممكن طبعا نتعلم الانتشار المرض بس بالفترة الحالية اعتقاد الشخصي أنه تأثيره رح يكون هامشي بالذات أنه حتى مع كل إغلاقات اللي صارت في وسط العربي ولا إيش يأثر عليهم والناس كملت تساوي حفلات وعراس وخطبات وجنازات يعني من تجربتنا هاي الأمور تأثيرها على وسطنا للأسف الشديد كانت هامشية دكتور نائل كمدير لقسم الكورونا ما هي صورة الوضع داخل القسم الآن خاصة بعد الخروج من الإغلاق الثاني وعلى عتبة دخول إغلاق الثالث بعد شهر من الآن كما يبدو شوف اليوم عندنا في القسم 25 مريض خمسة على أجهز تنفس اصطناعي منهم أربعة من وسط العربي في 15 مريض وضعين صعب منهم أربعة مرضى وضع محرج جدا وحرج جدا اللي ممكن يصلوا لتنفس اصطناعي كمان كلهم من وسط العربي يوم الأحد قبل يومين دخلوا على القسم 10 أشخاص جدد تسعة منهم من الوسط العربي وهي الصورة اللي بتخلينا أحنا كأطباءهم في المستشفى وفي جميع أنحاء البلاد عمليا نشوف الصورة المحزنة والمقلقة من تفشي المرض في وسطنا الوضع اللي كنا فيه قبل شهرين من شهر تسعة لآخر شهر عشرة كان جدا جدا صعب كمية الناس والوفيات والناس اللي احتاجوا لتنفس اصطناعي كانت كبيرة جدا وزي ما بتعرف انت وبتخيل كتير ناس بيعرفوا ناس اللي بصلوا لوضع حرج ولتنفس اصطناعي نسبة النجاح ضئيلة ضئيلة جدا انت تتحدث عن اي اجيال لما بنحكي على اجيال فتح القسم الاغلب الصاحك كلهم من فوق الاربعين سنة من اربعين وفوق يعني ما فاتوا لنا على القسم باخر فترة ناس تحت جيل الاربعين الاغلب الصاحك طبعا الغالبية الصاحكة هي من جيل خمسين لسبعين بس فيه كمان طبعا في اجيال اوطمان هيكة بس القسم الكبير هو من هاي الاجيال اللي ذكرتها للأسف الشديد قسم كبير من دون الناس عم بوصل البضع جدا عم ضعضع وصعب اللي بحاجة لمساعدة باجهزة تنفس اصطناعي واذا مش هيكة باجهزة اللي بتعطيهن اكسوجين بكمية هائلة وبضغط هائل فاحتياجاتنا الاكسوجين جدا كبيرة ومطبيط الحالة دون الناس اللي منطر نخليهم في المستشفى ايام كتيري وعديدة يعني عادة من 10 الى 14 يوم توضع يثبت ونظر نروحنا على البيت حسب المعلومات التي لديك ماذا كانت الاسباب المباشرة لاصابة هؤلاء المرضى بالعدوى هل هي الاعراس مرة اخرى هل هي الاجتماعات مرة اخرى في سببين اساسيات واحد فيش ايشك انه الاعراس الاجتماعات جنازات وقسم سبب ثاني هو انه ونازم نحكيها الواحد بصورة واضحة جدا احنا كمجتمع بكل ما يتعلق في المحافظة على المناعة وعلى الكمامات وعلى التباعد الاجتماعي يعني فشلنا فشل ذريع ففيش مواضبة على الامور هاي اسباب بعدها انا رئيسية وفي الاسباب التانية اللي اتوقعنا تصير وبالفعل صارت واللي هي السفر لتركيا السفر لتركيا شفنا تأثيره الاول قبل حوالي شهر شباب اللي يسافروا عائلات يطلعوا تركيا يرجعوا من تركيا مع مرض مع حم مع سعال مع ديئة نفس يجوا على غفة طوارئ ينفحسوا وتبينوا عندهم كورونا وبتخيل اللي صار انه هاي الشباب عدد اقرباءها والاقرباء اللي مردوا من الكبار في العمر المسنين عانوا من المرض بصورة سعبة وعم نشوف بالمستشفى المسنين والامراض المزمنة الناس مع امراض مزمنة وطبعا تفشي المرض بصورة رهيبة في وسطنا العربي يعني كل الصراحة لو بتطلع على تواجد المرض في مدينة زي الناصري وبقارنها بنت سيرتاليت نوفة قليل او بقارنها بميكدالة عيمك او بيت شقان او بكفار تفور الفروق شاسعة واشي محزن جدا لقي وضع وصلنا احنا انه كيف تقدر انت تواجه جائحة من الشكل مرض سعبة من الشكل لما في بلدات اللي محافظة على سكانها محافظة على نفسها محافظة عائلاتها واحنا كيف يبدأ بصفة يعني ما عنديش حتى صورة او صفة بصورة طبيعية زي اللي خلص حاطين ايدينا بايدين ربنا وشو ما يصير يصير وهذا الاشي اللي بحزن محزن جدا كل الوسط العربي يعني بتطلع انت اي مدينة اي قرية اي منطقة من شمالها لجنوبها انت ضمن 23 طبيبا بعثوا رسالة باللغة العربية للأهالي تحت عنوان لا تجعلوا افراحنا سببا لأطراحنا ما هي اهمية هذه الرسالة ولماذا شعرتم انه يجب كتابتها عزيزي احنا من بداية الجائحة في البلاد قسم كبير في المرضى في المستشفيات هن الموسط العربي اذا بتوخي مستشفى صفد ولا مستشفيات حيفة ولا طبرية ونهرية والعفولة واحنا عم نشوف المرضى وعم نشوف المعاناة وعم نشوف الوفيات وعم نشوف معاناة الناس اللي برافقوا اقرباءهم وعلي عم بعانوا وبفرقوا الحياة حكينا الموضوع ومنحكي ومنبعث رسالتنا طريق مرضانا يعني انا يوم الجمعة والسبت مرأة مريض مريض اللي بقدر احكي معا واحكي لهم واطلب منهم ابعتوا هالرسالة لأهليكم لجماعتكم للناس بعرفوها انتوا شفتوا هنا بقلب القسم المرض وعانيتوا وشفتوا المرضى اللي عم بعانوا وبصوا الوضع سعب شفتوا محداش جاي يعني اسا يحكي قصص من محلات تانية انتوا كنتوا عايشين في القسم عشر تيام اتنعشر يوم شفتوا المنازل في القسم ابعتوا هالرسالة لبرا لانه شو ما احكي عزيزي وحكيت بعدة نطاقات يعني اذا كان بالراديو ولا بالتلفزيون ولا بالجرائد واحساسنا انه ما في تجاوب وسطنا العربي يعني انا بحكي بشكل عام وفي طبعا فئة كبيرة موسطنا اللي حافظوا بواظبه وبعدين بواظبه بس قسم كبير جدا مننا ما بواظب وحسينا انه لازم تنبعت هالرسالة اللي توضح للناس حدة وصعوبة الجائحة وتأثيرها على افراد شعبنا انت كطبيب توصل الليل بالنهار لعلاج المرضى ماذا تريد من الناس ان يعلموا عن الحرب التي يخوضها الاطباء داخل اقسام الكورونا ما الذي ترونه داخل هذه الاقسام ولا يراه الناس المعاناة اللي مريض بفصة من قسم رونا هي مش معاناة بسيطة الشخص معزول عن الخارج لا بيشوف اهله ولا بيشوف اصدقائه قسم كبير منهن موجودين بخوف وبهلع لا بدين يأكلوا لا بدين يشربوا لا بدين يشوفوا تلفزيون ماسكين هالتلفون الخلوي وهذا كل مجرى تنفسهم مع الحياة الخارجية بيسمعوا الاصوات بيشوفونا كيف من نركض من جهة لجهة نعالج ونعطي علاجات اولية ومستعجلة لمرضى اللي عم بعانوا بيشوفوا الوفيات مش اشي سهل على اي شخص ومن ناحية اذا منعدل كل مجهودنا نقدر نمنع دخول اي شخص لقسم الكورونا بالتباعد الاجتماعي بالكمامات بالمحافظة على نمط حياة اللي يبعد عن الكورونا عملنا اللي بدنا اياه يعني عملنا اللي بنهدف اله لانه احنا مجتمعنا في استهتار هائل في استنكار للمرض في استنكار لصعوبته احساسا انه فلان صابوا مرضه اياه من يحملوش اشي والشاب الصغير صابوا مرضه ما صنعوش اشي فالاستهتار هذا الى عواقبه هذا مش عم نشوفه بالوسط اليهودي فيه اي شك فيش اي شك انه فيه عوامل تاني اللي بتخلينا احنا العرب اكتر ام بعرضة للمرض يعني ام بذذات بالكورة اغلب العقلات ساكنة حط بعض بتلاقي الجد والجدة الاب والام والاحفاد والاولاد كلين حوالين بعض ففي كتير ام كي بتحكيها اختلاط يعني اليوم يوم بيشوفه بعضين يوم يوم بروح بيزوروا الاهل وبجذوروا الجد ومش كلين بواضبوا على كم مهات وفيه قسم كبير منهن بيحسوا انه اذا عندوش عوارد معناته ما بعدي ومش عارف حاله اذا فيه ولا فيش عنده مرض فبسهولة هائلة بتشوف انت كيف مرض بتفشه ببلد اللي بتشوفهاش محلات تاني يعني حتى في السكان العرب بمدن مختلطة زي حيفا وعكا ونوفا قليل والرملة ما بتشوف نسبة المرض زي سكان عرب في مدن عربية زي الناصري زي ام الفحم زي شفاعمر وهذا بتخيل ناتج عن السكن الجماعي في الكرة العربية فاليش مش موجود منه بحيفا وبعكا او في نوفا قليل فبأثر بصورة سريعة جدا على تفش المرض في البلد نفسها ولما يتفش المرض في بيت معين او في حارة معينة بسهولة كبيرة بنتكل من حارة لحارة وبكلب مدينة من مدينة خضراء لمدينة حمراء من خلال تجربتك ما هي نسبة الشباب الذين يصابون في المرض وتتدهور حالتهم ويضطرون الدخول اقسام الكورونا في المستشفيات رغم عدم معاناتهم من امراض مزمنة قسم بسيط جدا صراحة يعني انا صلت شايف حوالي خمسمائة مريض كورونا في الفترة لا فيها قلائل جدا المرضى اللي اضطروا يناموا في المستشفى من الكورونا قسم كبير بينهم يجي على غرف الطوارئ بنفحسهم بنشوف وضعهم ثابت من ناحة الكسوجين ومن ناحة النفس ومن رواحهم على البيت لاننا متأكدين انه رح يمر كل مرض طبعا كانت في حالات سعبة اللي اضطرنا نصل لمساعدة في ان نساعدهم بتنفس اصطناعي بس نسبتهم ضئيلة جدا اقل من واحد بالمية اقل بكتير من واحد بالمية حتى دكتور تزامنا مع الحديث عن التوصل الى لقاحات فعالة ووصولها الى البلاد في هذه الايام نسمع من الكثير من المواطنين لديهم خوف من تلقي التطعيم هل خوفهم بمكانه وهل قررت انت ان تتلقى هذا التطعيم ام لا اولا ببدأ من النهاية انا طبعا رح اتلقى مستعد حتى اعلن عنها علنيا انه مستعد اكون اول شخص يتلقى التطعيم في المستشفى هنا اي واحد تنين حسب المعطيات اللي نشرت من الشركات فايزر و موديرنا اللي نشر معطيات عن اللقاح يعني على سبعين الف شخص مع بعض الشركتين ما كانش فيه اي مضاعفات خطرة او المضاعفات اللي لعواكب جسدية مزمنة او اي مضاعفات اللي انا كطبيب تخليني اكون متخاوف منها فمن هاي الناحية انا جدا جدا متطمن و بتأمل انه نتائج الاولية لنشرتها الشركات على سبعين الف متطوع للتجارب هاي تكمل نفس الشيء يعني بجوزة احنا نعرف احسن لما مش سبعين الف شخص ياخدوا التطعيم لما ياخدوا خمسمائة الف او مليون بنا ادم في جميع انحاء العالم والسؤال اللي بنسأل هل رح نشوف اشي بالمدى البعيد في الوقت الحالي كل المعطيات اللي موجودة عنا لاشخاص اللي اخدوا التطعيم لمدة اللي اخدوها قبل خمسة شهر لحيتي اليوم ما كانش فيه ولا اي تقرير عن اي مضاعفات مضاعفات خطرية او مضاعفات جسدية جسمانية معقدة دكتور نائل بشارات مدير قسم الكورونا في مستشفى هاعمك في العفولة شكرا لك شكرا شكرا اهلين فيك مساءنا